أول ما يجب أن يعلمه شبابنا في هذا الموضوع في هذه الذكرى الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وذكرهم بأيام الله والله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله فقال المفسرون ما هي ما المقصود بأيام الله قال هي الأيام التي وقع فيها أحداث كبيرة ووقائع عظيمة ولذلك نذكر ناسا والأقوام بها لماذا؟ لكي نشكر الله سبحانه وتعالى على ما فأى علينا في هذه الأيام من نصر مبين ونأخذ الدروس والعبر ومن هذه الأيام من أيام الله هو يوم استرجاع السيادة الوطنية الجزائرية هذه السيادة التي كانت سيادة قوية وكانت سيادة ممتدة وكانت سيادة بالحق وليس بالباطل فالله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة الجزائرية باسترجاع هذه السيادة فهو يوم نصر مبين أكرمنا الله تبارك وتعالى به فهو من أيام الله التي نذكر بها أبناءنا ونذكر بها أنفسنا حتى نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة نعمة الاستقلال ونعمة الحرية ونأخذ الدروس والعبر لمستقبلنا بإذن الله تبارك وتعالى الأمر الثاني يجب أن يعلم أبناؤنا بأن التاريخ له أهمية كبيرة جداً ماهوش أقل أهمية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء بل بالعكس الدول تبنى بالرياضيات والفيزياء وتبنى بتاريخ هذه الأمم ولذلك يقول لنا أحد الشهداء الجزائريين رحمه الله وهو رمضان حمود الذي استشهد في 1990 لا يرحمه كامل الشهداء ويقول التاريخ محي الأمم يعني التاريخ يحيي الأمم قال فمن شاربه في كأس غيره قتله الذي لا يعتني بتاريخه الذي لا يكتب تاريخه الذي يأخذ تاريخه مكتوباً من عند عدوه مستشرقين والأعداء فسوف يعمل عمل عكسي هذا التاريخ في هذه الأمة لأنه سيزور لأنه سيكتب بطريقة غير صحيحة وبالتالي يخذل وينقص من التضحيات ومن الشجاعات اللي كانت فأيولي عنده مفعول عكسي وهو يقتل هذه الأمة بدل أن يحييها ولذلك يقول لنا مؤرخ الجزائر أبو القاسم سعد الله رحمه الله يقول نحن أمة نصنع التاريخ نحن تاريخنا ما هو تاريخ خيالي الناس نسجوه من خيالهم الناس جسدوه في الواقع هذا تاريخنا بمكتوب بدماء أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا هذه التضحيات عاشوهم والدينا وأجدادنا من الشهداء والمجاهدين رحمهم الله وحفظ الله من بقياحي منهم